موسيقى الهدف من إنشاء تسليح كانت الفكرة أساسا بعد قرار الخدمة الوطنية طبعا الشباب الإماراتي لازم يلتحق في الخدمة الوطنية فالحين الشيء الزامي وهذا فخر لنا كإماراتيين فيأتي الفكرة على الأساس أن التثقيف وتجهيز للشباب من ناحية الرماية بشكل آمن سليم تعلم مهارات بطريقة يديدة تثقيفية فيها مرح كثير في ساحة المعركة يلبس نظارة الأمام الواقي مع الماسك للويه والقفازات والأفارول ويكون كل شيء بشكل آمن وسليم بحفاظ على سلامتهم طبعا في ساحة المعركة خلينا نتكلم مثلا كيف الواحد يستفيد منه كفريقين يعني إذا فريق من خمسة أشخاص ضد فريق من خمسة أشخاص لازم يكون لكل فريق قائد وعنده فريق عمل فلازم يحطون استراتيجية كيف يفوزون على الفريق الآخر فيكون فيها تحدي وفيها تخطيف وفيها متعة فلازم يلبسون الأكد على الأجهزة الوقاية شيء مهم فهذا تخلق متعة وتنافس كبير بين الفرق اللي يدخلون ساحة المعركة طبعا الفئات الأكثر قبالة اللي هي فئة الشباب بس المكان يأخذ يعني من العمر خمس سنوات لستين ما عند الشخص مشكلة مدام حب رياضة الرماية ويرمي بطريقة آمنة فهذا موجودة ويتمتع فيها ويتم حافظ على مهاراته بأقل التكاليف من الرماية الحية